اصيب مدنيان اليوم جراء اطلاق هيئة تحرير الشام النار على مظاهرة مناهضة لها في مدينة معرة النعمان بحسب ما افاد ناشطون وقال ناشطون ان نحو 300 شخص من بينهم نساء خرجوا في مظاهرة امام مقر تحرير الشام في المدينة للمطالبة بخروجها فيما اطلق عناصر الاخيرة النار بشكل عشوائي لتفريق المتظاهرين وانقل الناشطون عن مصادر اهلية في المدينة ان مسلحين من تحرير الشام احتجزوا مصلين في مسجد السروجي وسط المهرة منعا لمظاهرة مناهضة محتملة